معينا النهاردة الأستاذ ميشيل حليم المحامي بالنجد والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار الأديم أهلا بحضرتك يا فاندي من أوردنا ممكن تشرح لنا في البداية بداية المشكلة من القانون رقم 52 لسنة 1969 دي كانت البداية صح؟ لا لا البداية ليها البداية قبل كده هو لو رجعنا البداية من الأول تدخلت الدولة أكتر من مرة لمنع ظلم على المستأجر بقوانين وكلام ده من سنة 1920 ده من 1920؟ إزاي يا فاندي؟ ده كان أول قانون يوصن لتنظيم العلاقة بالمالك والمستأجر وكان سببه أن كان يحق للمالك عرفا كده من غير قانوني حكم أنه يمسك المستأجر يطلعه بره من غير حكم محكمها من غير حكم محكم وكان فيه نزاع على الأجر هنا أول قانون تم سنه سنة 1920 عشان يقول أن لا يجوز طرد المستأجر إلا بحكم قضائي لو نظرنا كده من الأول ظلم واقع من المالك على المستأجر فبدأ صحيح أن يكون فيه قانون لتنظيم ذلك بضطي نظر من العلاقة ثم بعد كده صدر قانون سنة 1941 لتنظيم القيمة الإيجارية حطوا سقف لزيادة القيمة الإيجارية كان إزاي يا فاندي؟ كان أعتقد 7% من قنط الأرض في التوقيت وحسب المنطقة السكنية هذا كان لأخذ المستأجر المالك يزود لنا الأجر في أي ظروف كان كانت تليرا في ظروف الحرب العالمية الأولى فبدأ يبقى فيه تنظيم أنه ما يبقاش فيه زيادة متتالية للأجر بالضبط كان وكان في ظروف الحرب العالمية الأولى سنة 1952 صدر قانون تاني بتخفيض الأجر هنا الدولة عشان تتدخل لتخفيض أجر ده معناه أن المالك لم يكن مراهي الظروف العامة للبلاد في وقت حرب في الوقت ده صحيح وكان عمال يزود في الأجرة فلاقيت ظلم واقع على المستأجر فبدأ دخلت الدولة باستعمال سلطانها في أنها يتخفض القيمة الإجارية مرة في اثنين وده يندل على شيء أن في وقت القوى القهرة ووقت الحرب كنا بنضمن للمستأجر حقه أو حقوقه يعني حياة شبهة مستقرة حياة مستقرة صحيح نتيجة ظروف قهرة قد تكون شبهة ظروف اللي احنا قريبين منها دلوقتي يعني اللي عالم كله فيها دلوقتي حلو وبعد كده بدأنا في تغيرات أو تعديلات تانية أصل بعدها 1996 لا لا قبلها كان فيه قانون 77 وقانون 77 هنا تدخل برضو للمرة التانية بس إدى بعض الصلاحيات للمالك زي دعم في الحديد وفي الأسمنت وغيره وعفاه من بعض الضرائب العقارية عشان خاطر يوفر وحدات سكانية بس يكون ده بغرض التسكين يعني الاستعمال كوحدة سكانية للإجار للإجار صحيح هنا الدولة ابتدت تدخل بدعم من الحديد حتى في نص قانون 77 نص صريح في القانون بيقول يحذر استعمال الدعم في السكن الفاخر فيزن فالدعم ده كان عشان خاطر الوحدات السكانية اللي بتؤجر للناس العادية غير الفاخرة حال إلا إن المالك برضو تاني ابتدى يزود في القيمة الإيجارية على المستأجر ويعمل عائد إيجار لمدة سنة واحدة آه يعني هو وقت ده واستفاد من إعفاء في الضرائب العقارية عشان هو يعني يأجر لمدة سنة ويزود الإيجار قانون 77 لغى اللي فات كله لغى القوانين السدقة كلها وهنا طبعا دولة تتدخل أنا كنت مدياك ودعم عشان تعاملوا إيجارات فتأجروا سنة فيحصل كده مشكلة للمستأجر وقانون 77 مصر المادة واضح يحظر استعمال الدعم في الوحدات الفاخرة أنا كده تدرجي من سنة 1927 لسبع وسبعين ظلم بشكل مختلف أو ابتزاز بشكل مختلف من المالك للمستأجر تتدخل الدولة وهنا تدخلت بحق لصالح المستأجر فخفضت وعدلت الإيجارات اللي موجودة لمدة سنة حال فلاقي دائما نحن من ناقش السادة الملاك لقى دي قوانين كانت السنائية وقت حرب لقى قانون 77 مكانش وقت حرب ولقى قوانين السرقة وتدخلت الدولة نتيجة ظلم واقع بين طرفين تنظم ظلم واقع بين مالك ومستأجر حال بعد كده بقى إيه اللي حصل يا فندا قانون 81 ادى للمستأجر التجاري زيادات تصل لـ 30% المستأجر واحدة تجارية ونظم قيمة إيجارية تصل لـ 7% من قيمة الأرض في هذا الوقت يعني نظم أجرى ودى زيادات تصل لـ 30% لمين؟ للملاك للملاك حالو للمالك التجاري والمالك كان يعي تماما في مراحل القوانين دي كلها ما هو القانون الواجب التطبيق وكانت العلاقة الإيجارية تمتد لحد أقارب الدرجة الخمسة فأنا كمالك بأجر وعارف إن فيه لحد أقارب الدرجة الخمسة هيفضلنا موجودين برضى كامل حالو وفي نفس التوقيت في فترة السبعينات نلاقي دولة تدخلت تاني بمنع المقدمات أو الخلوات إن أنا كمالك أروحها آه ياخد خلوه ده معناه أنه كان فيه خلوه صحيح كم مرة كده الدولة تدخلت لمنع ظلم ووقع من المالك على استغلال ظروف المستأكل وهذا يعني عشانهم بينكرهم أنهم أخدوا خلوات لا ده دولة دليل أنه كان فيه خلوات موجودة إن الدولة تدخلت تدخل جنائي وضعت عقوبة جنائية للي هياخد خلوه وباعت الخلوات تدفع نظر لاحتياج للمستأجرين يعني بشكل مش مستتر في العقد وهم مش هينفع ياخد خلوه يتحبس المالك صحيح لكن اندفعت ثم تدخلوا المستأجرين يعملوا توضيبات اشتباط للعقار وكانت القيمة الإيجارية في التوئيد ده تربي أولادهم أنا بتكلم تاريخيا من سنة 1920 لحد 81 من فترة التسعيات حصل نزاعات بشأن نفس هو لك بعض الناس هم مش طرف في العقد يعني ما هوش المالك الحقيقي قد يكون ابنه وقد تكون بعض الجماعيات احنا كنا أصرنا الموضوع ده لها بعض المصالح يعني في تحريك هذا الموضوع لأن احنا هنا قام مصريين الجران ناس طيبين مع بعض يعني حتى في القيمة الإيجارية اللي هم بيشتكوا منها هم مع بعض بيتفاهموا فيها يعني بنلاقي كتير منهم هم بيتفعوش في القيمة وإيه اللي بيأثر عليهم وبينقشوا يعني وبيحنا هنا في مصر بنحترم الجيرة فإن كان في بعض النزاعات بس مش بالكم اللي تم قصارته ده ترجمة نانسي قنقر